اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومي ثان يغير الكل يتفكر كيف سينتهي ذلك اليوم وإلى عين المصير القلوب واجفة والقلوب خاشعة والأصار خاشعة وبينما هم على ذلك الحالة كالصفة الصفوة تخيل تحرك الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله والله والله لو قيل تقف أمام ملك أو وزير لارتعدت فرائصك ولوجف قلبك كيف وقد قادت كسبانيه من بين الصفوف مطابق مطابئ الرأس لا تدري إلى أين يؤخذ بك إلى جنة أم إلى نار كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ في جهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليحني قتمت لحياتي تخيل يوم أن ينادي الجبار لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قمطته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينة سبحانه وتعالى عما يفركون أزفة الآزفة ليس لها من أول الله كاشفة أما من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ينادي الجبار ينادي الجبار يا آدم فيقول لبيك ربي وسعدي ليك والخير كله إليك يا آدم أخرج بعث النار يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعا وتسعين إلى نهار وواحدا إلى جنة قال صلى الله عليه وسلم حينها تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر